أريد أن أعرف لكم السعي يعني بين الصفة والمروة هل يعتبر السعي من الصفة إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفة شوط أم شوطين أفيدون وفقكم الله وقد كنا نعمل الذهاب من الصفة إلى المروة والعطش شوطا واحدا ونحمي نجحا ذلك وفقكم الله أما عملكم هذا فهو خلاف النشفور لكن نظرا لجهلكم يضيئكم ويكون السعي النشفور الذي تتابون عليه هو سبعة الأشواط الأولى فقط التي هي في حسابكم ثلاثة أشواط ونصف والثاني بين الصفة والمروة من الصفة إلى المروة شوط والرزوع من المروة إلى الصفة هو الشوط الثاني وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة ويكون الانتهاء بالمروة لا بالصفة وهذا هو ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه ولم يكن أحد من دفلاته إلا قولا يكون وحما من قائله مرحبا مرحبا ترجمة نانسي قنقر